أعودة من جديد لعشرة الصبح في الأهل أعلم كل حضراتكم مرة تانية كلامنا بقى في الفقرة دي حيكون عن الإعداد النفسي وأهمية الإعداد النفسي الرياضي تحديدا وبطبيعة الحال حنركز في كلامنا على منتخب مصر قبل طبعا مشاركته في كأس الأمم الإفريقية إزاي بيتم إعدادهم بشكل جيد إيه مطلوب من اللعيبة إيه مطلوب من الجماهير لأن خلابين حضراتكم الجمهور ممكن جدا زي ما بيكون دايما عنصر إيجابي وارد جدا أن يكون ليه تأثير سلبي على حالة اللعبين النفسية كلام كتير هنتكلمه في هذا الإطار مع ضفنا لمنورنا الدكتور محمد صفي الدين استشاري الإعداد النفسي الحياتي للمنتخبات القومية يا صباح الفل على حضرتك صباح الحالة يا دكتور أهلا بحضرتك وقبل ما نبدأ التفاصيل والكلام بقى في أصل الموضوع خلينا نفهم بس في الأول التب النفسي والفكرة هنا الاستشاري النفسي لما نيجي نطبقها في مجال الرياضة ابتدت إمتى وهل كل الدول بتاخد بيها ولا لأ أتكلم تحديدا على المصر ابتدت إمتى المنتخبات المختلفة مش بس كرة القدم إن هي تقتنع وتؤمن بأهمية هذا الملف لا هي طبعا هي موجودة في العالم بقالها سنين طويلة وهي من ديوان يعني بالنسبة للمصر نحن مؤخرا الحمد لله بقى فيه وعي كافي جدا بأهمية المعد النفسي مع الفرق الرياضية والمنتخبات الرياضية وده ظهر أكتر في الأولمبياد وفي أكتر دورة أولمبية دور المعد النفسي طبعا مهم مع أي منتخب رياضي أي لعب رياضي لأن ليه دور لا يقل عن دور الأخصائي الأحمال البدنية المدرب الجهاز الفني كله لازم يكون معايا 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 نفسي من ديوان في بداية البرنامج القبول يعني ممكن رعيبة في أي رياضة أنا بتكلم ما تقبلش لوارك يعني هتكلم ما هيعمل لي إيه صح أكيد ده بتتعرض لي بيحصل لبعض اللاعبين اللي ما عندهمش الوعي الثقافي بأهمية المعد النفسي وده بيحصل فعلا في الأول وده نعكاس للنجتمع بالضبط بس ده في مصر لو بنتكلم على مصر لكن خلال اللاعب ما بيقعد وبيفهم انت هتفيدني في إيه وإيه اللي ممكن يحصل وإزاي خرج الأفكار اللي جواء أو القلق أو المشاكل اللي ممكن يتفكر فيها لعبة الموضوع بقى كويس جدا طب خلينا نعرف برضو منك يعني طبيعة الإعداد النفسي ما هي الإعداد النفسي عبارة عن إيه يعني المعد النفسي ده بيعمل إيه وتعال بقى نركز في كلمنا على المنتخب كمان طيب بس بالنسبة للإعداد النفسي هو لي كذا حاجة احنا أول حاجة بنشتغل فيها أنا بالنسبة لي على بند مهم قوي هو أول حاجة الشخصية شخصية كل اللاعب عشان حداك تشوف في الآخر اللاعب جوه الملعب بيلعب بالشكل المزبوط ده هو ليه شخصية معينة بيخرج بها المعد النفسي بيساعد إنه هو يشتغل مع كل شخصية مختلفة عشان يطلع الأداء المزبوط لللاعب عشان في الآخر تلاقي الفايل عمل كله شغال بنفس الشكل في الملعب كل واحد بيقوم بالدور بتاعه فالإعداد النفسي بنشتغل على جزء خاص بالشخصية لو في أي حاجة لعلاقة باللاعب في حاجة لعلاقة بالأوفرسينك الأوفرسينك ده بالتحديد من أكتر المشاكل اللي موجودة عندنا كلنا رياضي أو غرياض والله أنا ما أفكرش آسل يا بختك استحيل والله عظيم ما عنديش الحتة دي خالص دي ميزة فظيعة لو في ناس كده زي كتير على الفكرة بس أنا عارف الأوفرسينكين عمتا دايب أنقم على الإنسان ما بينييمش وممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا بالذات اللي وإحنا مثلا عندي بكرة مطش مهم وطول تفترض الأسواء دايما ما هي الأوفرسينكينج للأسف جاية بالسيناريوات السيئة ما هو دور المعد النفسي تعرف أنه وانت في بعض الأحيان الواحد ممكن يصحب للنوم صح وكأنه كان بيفكر وهو نايم فصاحب للنوم بيكمل تفكير صح ده أهمية المعد النفسي إن اللاعب يود يحكي لك أنا بفكر في واحد اثنين ثلاثة أو ساعات بيحصل لي كذا وبتخيل بكرة هيصل إيه ودائما تخييرته زي حالك نكنت بتتكلمة بتبقى سلبية فالمعد نفسي بنقوله أنت تفكر في إيه وإزاي تحطه في المود نفسه بتاع المطش بجانب أن أنا بنعمل حاجة أسمع المنتل الترينيج سيشن أن أنا بدخله في المود نفسه يعني أنا مش باستنى يعني مش بقوله بالكلام بس يعمل إيه لأ فيه تمارين بيشتغل عليها فيه محاكاة للمباراة نفسها اللي هو بيلعبها فيه تخيلات بيعملها فيه تمارين بعض لتعمل النفس لو هو الآن يعمل إيه جوه الملعب لو هو فيه توطر يعمل إيه فهو بيساعدك بيحس أن أنت بتخليه طلع كل اللي عنه يعمل إيه لو هو توطر جوه الملعب أثناء اللقاء طيب إحنا ديك حاجة مش بتقال بالكلام هده بيكون بروجرام كامل من بدايك الأول يوم بنشتغل فيه مع اللعب أول حاجة إحنا بنشتغل مع اللعب إنه هو إزاي يكون عنده time management وإزاي بيكون عقله منظم ومرتب في كل خطوة جوه الملعب فيه بعض التمميلي النفس البسيطة إنه فيه بعض اللعبين بيشتغل بيها جوه الملعب زي مثلا لو جالوا ضربة جزاء ده و بديتكلم على ضربة الجزاء أنا قبل المباراة أو قبل البطولة بفترة بكون مدرب اللعب أو كل position في الملعب حارس المرمى الدفاع كل واحد على الحاجات اللي بيعملها جوه الملعب فلو حدك افتكرت جون صلاح اللي دخلنا كاس العالم قبل كده صراح كان نفسه تكلم إنه كان عمل منتل ترينيك سيشن هو كان قبلها بيوم متخيل لو جالوا ضربة جزاء أنا هشوتها فين وإزاي وعملها تخيل ليه؟ لأن إحنا وقت المباراة مع المباراة بالجمهور لو حط الكورة وقعد يفكر هشوتها يمين هشوتها شمال صعبة جدا على العقل لكن قبلها بيوم هو كان فيه تدريب عقلي اشتغل عليه خلاه حط الكورة لو حدك جاءت الفيديو بتاعه ورح شوت الكورة كان فيه قرار فإزاي بنعمل ده؟ إحنا بنكون مدربين اللعب من قبلها طبعا مش بيوم طبعا من خلال فضل التدريبية تعمل إيه في كل حاجة عشان ما حصل لكش التوتر بيجنب إن فيه ستيبس بيمشي عليها اللعب من بداية المباراة لنهايتها هي دي الخطوات اللي بقول لها حدك عليها الستيبس دي بيكون بالتعاون مع الجهاز الفني أعمل إيه لو حصل كذا؟ أعمل إيه لو أنا كسبت؟ أعمل إيه لو أنا جيبت جون؟ حتة المكسب والخصارة برضو مهمة جدا حتة السكور يعني من أكتر الحاجات الحساسة جدا حتة السكور إن إحنا ممكن إحنا نجيب أول جون 2-0 ففي بعض اللعبين يهدوا خلاص إحنا كسبنا أو العكس إحنا خسرنا 1-0 في بعض اللعبين يقول لك خلاص الحتة دي حتة عقلية بحتة إن أنا إزاي أخلي العقل يبقى بيمانج الحتة دي وما يتأثرش من حتة الفيلينج أنا من أهم الحاجات اللي بشتغل عليها الجوة والملعب عزل العواطف عزل العواطف مش عزل العواطف مهمتين مجبات للغضب كتير بيتعرض لها اللعب ما هي دي الحتة اللي أنا دي ما بشتغل عليها مع اللعب لإن في بعض اللعبين ممكن يبقى عصبي فاللاعب المنافس هو عرف أن ده عصبي فهو بيحاول يستفزه فأنا بكون بفهمه الشغل دوت وبكون بفهمه إن إحنا نجحنا إن أنا أفضل ماشي على مستر سبت على شكل سابت ولو حد عصبني أعمل إيه طب لو حد عصبنا نعمل إيه دي بتحصل كتير لا بجد والله بأتكلم ده سؤال بجد يعني حتى دي تبقى معلومات للسادة المتابعين معين إزاي يعملوا كنترول على نفسهم في حالة مثلا حد تعمد إن هو يثير عصابك دي حاصل كتير قوي في القدم من غير ذلك أسماء اللعبين ومع اللعبين معروفين إن هم عصبيين بالفعل فبيتم نرفزتهم أو بيداقهم بعض اللعبين بالذات لو الحاكم مش واخد بالهم طبعا خياني نتفق على حاجة اللي إحنا بجوفه في التلفزيون حاجة والملعب حاجة تانية خالص فهو بيحصل بعض يعني الطرق اللي ممكن تدايق اللاعب بشكل أو آخر لو اللاعب ده إحنا شغالين معاه وإحنا وانا عارف ده عنه أو هو عارفنا من الأناليسي الخاصة بيه إن هو عنده الحاجة دي أنا بكون شغال معاه إزاي يبقى مركز على البرفورمانس إزاي بيكون بيفوكس على الأداء إزاي لو حاجة عصابته يغل على نفسه في الأداء مش يغل على نفسه في اللاعب التاني ما يحاولش يطلع ده قدام يعني قدام في الملعب على الكور يخالي الغضب ده أو العصبية حافز ليه هو شخصيا بالضبط إحنا فيه كلمة دايما بقولها أعظم طريقة للانتقام هي النجاح الله صح أعرفك صح جدا بالضبط فأنا بتكلم مع اللاعب وفعد اللاعبين لما بيولوا نفس الكلمة اللي أحدك قلتها بيستجيب جدا لما يقضي فكر أقوله طب إنت لو حد استفزك وفيه طرق بضربه عليها لو إنت عملت إيه يعني لو عملت طريقة تانية خليتك تنجح أكتر إيه لا يحصل ساعتها اللاعب اللي بيحاول دايك هيبعد عنك لكن في بعض اللاعبين هم معروفين ممكن بنظرة ممكن بالضبط الحاجة التانية إن أنا دايما بخلي عقل اللاعب كله واقف على أو تركيزه كله على الأداء بتاعه أو على الكورة على البوزيشن بتاعك هتعمل إيه فلما بينزل بزيادة وبنتضرب على ده بزيادة هو ما بيشوفش بقية المواكف اللي ممكن تحصل ما بيسمعش ونيجي هنا عند حت تانية خالص اللاعب المشتت هو بيسمع ممكن يبقى سمع الجمهور بيقوله إيه ما ده الفرق بين اللاعب المميز أو البروفيشنل واللاعب اللي لسه الخبر عنده بسيطة شوية ففيه لعبة في الملعب فعلا تبقى مش سمع الجمهور وفيه لعب يقولك ده أنا سمع الجمهور قال اسمي وقال لي مش عارف إزاي نشتعل عليه عشان نقش فيه تشتت انتباه جوه اللاعب طيب دلوقتي انت داخل على المنتخب وداخل على بطولة وعندك طبعا يعني كوليكشن يعني منتخب فيه كل الشخصيات وكل المستويات الفنية والمحترف والمحلي وغيره قبل دلوقتي اللي منقول انطلاق ان شاء الله هذه البطولة كاس أمم أفريقيا كإعداد نفسي إيه المطلوب إيه الحوار اللي بيدور أنا دلوقتي داخل وبنافس برضو ومنتخبات معلش مستوها الفني ممكن يكون أفضل مني حياني بقى صرحة فيه المنتخبات مستوها أفضل مني فنيا التاريخ بتاعها في التلاتاشر سنة اللي أنا كنت غايب فيهم هم حققوا مكاسب أعلى طيب أنا دلوقتي داخل وعايز البطولة دي مستقتل عليها إيه الحوار النفسي إيه إزاي بتشتغل حضرتك أو مفروض الأخ الصائف هذه يعني الوظيفة أو يعني دلوقتي انه هو يشتغل على إيه مع المنتخب خلينا نتكلم في شوية حاجات صغيرة لازم كلنا نساعد المنتخب في رفع الروح المعنوية ليه كجماهير بقى كجماهير كلنا وهقسم ما خذك مفروض نمشي هزاي ومبديا طبعا بنشكر معالي رئيس رئيس عبدالفتاح السيسي زيارته من الزيرات المهمة جدا اللي رفعت الروح المعنوية ليه دي حياء لو بنتكلم على المنتخب صلاح طبعا لما طلب برضو وتكلمه على ألحاجة مهمة قوي إن إحنا لازم نشجع المنتخب ما نشجعش شخص في المنتخب يبقى توجيهنا كله للمنتخب في بعض اللاعبين للأسف هم بيكون لهم علاقة أو بيشوفوا السوشيال ميديا شوية أو بيشوفوا الإعلام بيقول إيه فأنا يعني مفروض السوريات التحليلية أو الجمهور ليهم دور مهم جدا جدا إن إحنا نقف ظهر المنتخب ما ينفعش دائما بنتكلم على البطولة إن فيه مطشوات صعبة أو فيه مطشوات سائح إحنا عايزين نتكلم أن إحنا وصقين في المنتخب لو حضيك فاكرة فيه كذا بتوط أفريقيا من يعني آخر 15-20 سنة كنا بنخش وبنكسب كل الصعبة والسهلة بس كنا إحنا دائما على قلب رجل واحد زي ما بيقوله أو كنا مع المنتخب فلازم نرجع للحتة دي من ناحية السوديات التحليلية من ناحية الجمهور من ناحية السوشيال ميديا يبا إحنا وكنا داعمين للمنتخب يعني مش عايزين أي كلام سلبي خالص يأصل على اللعبة دا بالنسبة للجمهور أو للناس المتابعين بالنسبة لشوينا إحنا إحنا بنشتغل مع كل لعب على حدة بشكل إنديفيدويل حسب الزروب بتاعته إحنا عندنا برضو في بعض اللعيبين اللي هم عندهم خبرة في المنتخب لعب منتخب أكتر من مرة فما عندوش مشكلة أنه هو بيلعب مطرات فيه لعيبة لسه ما عنداش الخبرة فده بنبدأ نشتغل مع واحدة وحدة إزاي هتلعب مطرات زي كده كريتكال جدا في بعض اللعيبة اللي بتبقى موجودة ونفسها تلعب في المنتخب بس وقت اللعب هو لسه ما جربش فبيكون عنده جزء من الخوف جزء من التوطم وده اللي بتكلم حضاك فيه إن لازم إحنا بقى كجمهور كإعلاميين ندعم ده منعودش نتكلم كتير بالشكل الممكن يخلي اللعب وهو قاعد هذا كان ممكن يتحقق زمان أيام ما كان فيه صحافة رياضية بشكلها الكلاسيكي لكن دلوقتي السوشيال ميديا كل واحد بيجي ماسك الموبايل بتاعه لسعله فيديوهين مقطع فيهم في اللاعب الفلاني أو في اللاعب العلاني أو في المدرب أو في المنتخب ودي برضه أكيد بتصعب وهمتكم بتتحاربوا من الناس دول أنا عايز أقول لحضاك فيه لعيبة كتير بتبقى قاعدة قبلها بيوم أو يوم المباراة الصبح هو للأسف بيكون لو ماسك موبايله وتوقع ده مش موجود في المنتخب مصري يعني أكيد فيه سيستم ممنوع الموبايلات في الفترة دي ممكن يشوف خبر يقضي فكر فيه ما ينامش ويفكر أنا بقر هعمل إيه وانا طبعا أنا لو ما عملتش اللي علي يعني لو نزلت والعبت هو نفسه يلعب لو نزلت والعبت وما عملش اللي علي الجمهور هيقول علي إيه السوشيال ميديا هتعمل إيه وده موجود معنا كنا في كل الحياة فأنا نصيحة مني للجمهور إن احنا نبقى مع مصر يبقى كلامنا كله بشكل إيجابي بلاش نكتب أي حاجة ممكن تأذي الكلمة بتأذي والله صح بس ده على المستوى العادي يعني أنا بشوف دلوقتي لعب كبير أو حاكم مش مفروض إن أنا تأثر كإعلامي حتى مش مفروض إن أنا تأثر يعني إيه حد طالع يقول كلمة أو نقض يعني طب قولوا يعني إيه المشكلة خلينا نتكلم صح ولا إيه يعني أبتهايلي ده مفروض يكون عندهم في الماء هو ده الصح 100% بس نحن نتكلم لو شفنا عن نصر المنتخب هتلاقي فيه لعيبة عندها خبرة كبيرة قوي أصلا مش بتتابع سوشيال ميديا فيه لعيبة عايسيك ممكن ولو حتى تتابع ولو قريت يعني ده اللي بتكلم فيها دكتور هم مفروض يكون عندهم من الوعي اللي حتيافي ده لازم مية في الماء اللي عايز يكتب حاجة جماعة يكتبها مية في الماء يعني لا كلمة حلوة هتعليني ولا كلمة وحشة هتقلل مني بالمناسبة ما هو هنا حادة المعادة النفسي لو المنتخب فيه معادة نفسي يشغل معاه من أول يوم وبيضربهم على الحاجات دي مش يحصل الكلام ده خالص طيب لو ما فيش معادة نفسي أو اللاعب شغال وهو يعني شغال بالخبرة زي ما نقول أو هم ما عندوش الوعي هيحصل لحدك بتتكلم فيه فهي الفركة لازم يمكن لها تدريب تامد جدا مع اللاعب ولازم اللاعب يبقى برضو احنا بنناشد اللاعب انت ركز جوه الملعب ركز جوه المعسكر هو لو عنده ما يكفي من الوعي ومن السبات المفعالي ويلاقي مثلا لعب منهم يلاقي كلام فيه إهانة صريحة واخبالك وده بقى موجود كتير على السوشيال ميديا مش بكلم على البرامج إجراء قانوني على طول أي حاجة أنا واندي بيقول أي حاجة ويهين ويجرح يعني في بعض الحال في الناس بتدخل لما هو أبعد كتير من شخص اللاعب انت ما من عايزة إجراء قانوني والله الحل على فكرة ده ده دلوقتي في القانون يعني التحديث الأخير اللي حصل بيحبس على طول وده حصل يمكن موقعا مع مونة زاكي في إجراء قانوني بس الحتة النفسية هي بتأثر طبعا باللاعب يقرر فيه أكتر من حد أو فيه هجوم عليه ونوعية الهجوم ماشي في سكة إن اللعب الفليني ده شطى بكورة أو لعب يسمع أن الناس شايفان وشطى بكورة تعالي وريك أنا شطبت كورة ولا لا صحة ولا غلط الملعب الرد مش كل الناس يقدروا بقى زي يعني الهوانت بتقوله دلوقتي هو لحدك تفضلت بيه من شوية فكرة إنهم يحولوا الحاجة اللي هي محبطة إلى عمصر قوة ووروطة انطلاق بالزبط بس مين عنده بس أنا عندي كونسيرن بسيط هنا الجمهور أو السوشيال ميديا إحنا مش نعرف نلجمها بس في حد تاني مفروض إن هو متخصص أنا يعني ممكن يكون درس عب بيأسر للستوديات التحليلية أنا ما صدش حد بعينه أنا بقى صد يعني حدك عايفة إنه استوديو تحليلي عايفة إنه تحليل أداء لازم الشخص اللي يكون قاعد يكون حد دارس تحليل أداء ده علم كبير مش أي حد بيتكلم فيه بس بقى أنا عارفة أنت قصدك عامين عم والله ما قصد شخص بعينه والله ما قصد شخص بعينه هم تنين هم تنين اللي بيخرج بينهم كل العبث الإعلامي اللي بيحصل بلا ذكرى أسماء طبعا محترامي الشديد لكن هم تنين تنين منابر إعلامية نعرمهم جيدا ونحزن بالمناسبة إن إحنا عندنا هذا المستوى من الحديث الإعلامي الرياضي لكن هم موجودين لسه على الصح حد دلوقتي وما بيبقاش نقط بيبقى استهزاء وبيبقى تركيز على مجموعة معينة أو على نادي معين للأسف ده موجود ويارد ده بيتعامل بموضوعية لكن كمان بيتعامل أملا في الوصول لنسبة مشاهدة عالية إن الجملتين اللي تقالوا في الحوار من دول يبقى تريند والناس كلها تتكلم عليه وتشاير الفيديو الخاص بي خليني أكد حاجة وناس كويسين جدا كلاعيبة مش كمحللين صحيح مش كل مدرب هيكون لاعب مش كل قصدي لاعب هيكون مدرب ناجح والعكس صحيح فنفس الكلام لازم في التحليل هتحد محلل أداء شاطر في محللين أداء ولو أنت مش شاطر اختار بس ألفازك واختار أسلوبك وده اللي نكلم في حتى لو ما بنقصدش حتى بعين عشان ده سهل يوصل اللاعب لأنه سهل أو يوصل اللاعب بحاجة زي كده فده هتأثر فيه بذات لم يعرف أن فيه قامة اللي عمل كده ده لاعب كان زي في يوم الأيام أو كان لاعب دولي فده ممكن توجع اللاعب فأنا شايف إن إحنا الفترة دي لازم يقلنا كله في الاتجاه الإيجابي نمقى في ظاهر المنتخب إحنا عندنا ميزة في المصريين إحنا لما بتقفل علينا بشكل صح وبقى فيه في ظاهرنا كل الجمهور معنا إحنا هنكسب المتشاط الصعب رح دو كنت بتتكلمي عليه إحنا معظم يعني متواطنا في الأمة الأفريقية بتبقى صعبة ودائما بنكسبها بس دائما اللي ما بيكون في ظاهرنا الجمهور في ظاهرنا كل الناس بالدعم وعشان كده اللي كنت أنا وكريم بنتكلم في الإنترو الموسم ده أو النسخة دي أنا شايف الدعم ده مرحوظ بشكل كبير يمكن السنة اللي فاتت ما كانش ده موجود بالمناسب ما كانش فيه ثقة كان فيه عارف اللي هو يعمل منتخب حي لعب طبيع يلا يا مطشين ثلاثة ومش حلق إيه موجود ده كان بيحصل كنت بتشوف حتى المتشاط اللي الأهلي بيلعب فيها مثلا حتى الزمالك الكافيهات المطاعم كل الناس مركزة متشاط المنتخب محدش بتفرج الحقيقة يعني ودي حاجة محزنة لكن أنا شايفة دلوقتي مع البداية هنا وانطلاقها إن شاء الله لا الناس عندها أمال كبيرة ما كانتش الرسائل دي موجودة حتى إحنا كإعلام لو أنت فاكر برضو استر فاتت ما كناش بنتكلم بروح اللي هو ممكن المنتخب يعمل حاجة لأن في حاجات اختلفت برضو دكتور محمد لو تتطفق معي أنا وكريم فيها احنا اتكلمنا على نقطة أولا خرجنا من عباقة منتخب محمد صلاح لمنتخب مصر بزبط دي كانت نقطة عاملة ضغطة على محمد صلاح وعملة ضغطة على الفريق والمنتخب كله فحاجات أمور كتيرة جدت أصبحت دلوقتي القصة ممكن يبقى فيها شق إيجابي كبير يترجم بقى بفوز بإذن الله في البطولة بإذن الله بإذن الله تعالى أنا نصيحة مني إن إحنا لو نتكلم نمشي زي في البطولة إحنا عايزين ننكس في مطش مطش مش عايزين نعود نوفرسينك أو نوصل إحنا هنوصل فينال إزاي ودائما أنا حتى دي نصيحتي لأي لعب بشتغل معي في أي بطولة بنشتغلها بقوله بلاش نفكر في الفائد بلاش نطلع على البويتريوم بدري يعني بلاش نطلع بعقلنا بدري إحنا لسه إحنا تعالوا نمشي ستيب باي ستيب تعال ننكس في أول مطش لو إحنا حتى حاليا بنلعب مطشات ودية زي مطش اللي إست خلصان تنزانيا نمشي نكس في المطش الودي ننزل أركس في الأداء بتاعي ننزل أجارة بشوة أنا عايز أعمله طول ما نماشي خطوة خطوة طول ما عقلك بياخد الحاجة بشكل مبسط بنعرف ننفذها مية في المية طب وإنعكاس بقى ده بالنسبة للجمهور يعني مثلا في جانب كبير من الجماهير ممكن ما عندها تحفوزات على الفريق أو المنتخب أو أي أن كان اللي إنت خطرت أن تلعبه في مطش ودي فعندهم تحفوزات إنه مش دي كورة اللي إحنا بستنينها عندهم تحفوزات على الأداء فطبيعة الحال بقى في برطامة بقى جماهيرين أكيد هتهندل الجمهور نفسه ما هو لازم برضو الجمهور ما هو برضو حقه بيقول اللي هو شايفه هي دي حتة مهمة لازم الجمهور يبقى عنده وعي يفهم المبارات الودية إحنا بنعملها لسبب معين المدير الفني لما بيعمل مطش ودي مع فريق اسمه X هو بيعمله عشان يجرب حاجة معينة مش عشان يلاعب فريق قوي قوي أو ضعيف قوي أو أكسبه أو يعني إحنا فيه مطشط ودي كتير ممكن نلعبها مش بهدف المكسب أنا عايز بس أجرب الخطة الفلانية أنا عايز أجرب إن فيه لعب هغيره من البوزيشن دا للبوزيشن دا بيكون لها رؤية فنية مختلفة وأنا بزعل جدا لما تلاقي الجمهور بيحكم في المديرات الودية دايما المباريات الودية دايما هي بيكون بهدف حاجة ما لهش علاقة بالمكسب وخسار هو بيكون بيجرب سيستم جديد عايز يجرب حاجة معينة فلازم الجمهور بيع عنده الوعي الكاف في الحتة دي هي هو مش موجود قوي دا يعني بس برضو قولنا نقطة ولو تتفق وعايزين ندرس شوية برضو المنتاجزي كانت بتاعت كابتن جوهري لأنه هو كان لا يعني تماما رأي الجماهير في قصة اللي هو التشكيل هو عنده خطة وفي الآخر بيحزبوني ودائما كان لا يلتفت قوي للانتقادات اللي بتوجه لي فانت بتشوف الفكر دا برضو سليم ولا مش سليم هل إحنا محتاجين الفترة دي ولا لأ إحنا محتاجين الفترة دي محتاجين الفترة دي بإحنا عندنا عزد خبارك برضو الكابتن جوهري رحمة الله عليه هو كان دارس علم نفس هو كان فاهم معشان كده بقى هو كان بيبان لنا إنه هو مش في دماغه الجمهور لكن هو كان عارف إيه اللي بيحصل حيساعدهم في الآخر بالضبط لكن لكن ما كانش بيبين دا للعيبة برضو دي حتة مهم قوي إن بعض المدربين ممكن هما كمان يتأثروا يعني المدرب نفسه ممكن يتأثر بالجمهور ممكن يتأثر بالتحليل اللي ممكن يتقال عليه فمن الحتة يعني من أهم الحاجات الكابتن جوهري عملها ودي شايفها من وقت حاجات ناكحة إن أنا ممكن أكون قاري الموقف كله لكن جوه المعسكر اللاعب مش حاسس بدأ اللاعب نفسه مش بوضح حاجة زي كده قدام اللاعب كتير من الأحيان ودي برضو حاجة تقالت كده في السياخ الكلام في الدردشتنا دي فكرة إن في بعض الأحيان ممكن نتفاجئ حتى لو إحنا مش بالمستوى الأمثل لكن بنفوز على فرق تقيلة جدا لا لشيء في حقيقة الأمر غير لإن الروح حضر الروح الكتالية بالزبط الروح بتحضر إمتى بقى عموما؟ يعني بتحضروا الأرواح دي إزاي؟ طيب الروح بتحضر لو إحنا شلنا بزاد في الألعاب الجامعية الطاقة السلبية أو أي فكر سلبي من كل اللاعبين ليه؟ ممكن يكون فيه لاعب واحد عنده فكر سلبية وهم بيفطاروا الصبح بيتكلم مع حد من اللاعب فاللحظة الموضوع يتنشر طول ما إحنا بنعمل أو بنازل بنشيل الطاقة السلبية عشان كده هبنأكد على اللاعب فيه حاجات ينفع نتكلم فيها فيه حاجات ما ينفعش نتكلم فيها وفيه بعض البطولات أنا بأكد عليها اللاعبة ممنوع نتكلم في نوع اللعبة يعني لو بنتكلم على كوت القدم لو أنا نصيح حالية إن فيه وقت معين بمنع اللاعبة يتكلموا مع بعض في الكورة أوكي لإحنا جوة المعسكر بيكون لهم وظيفة كل وقت بعمل فيه حاجة أنا خلصت التدريب عملت الإفالويات بتاعي أو الكوتش تكلم معي وكل واحد قيم نفسه بشكل صح دي برضو حتة مهمة جدا إن أنا بطلب من كل لعب يقيم نفسه بشكل معين بناء أنا على أسس يعني مع المدير الفني أو مع الجهاز الفني طب أنا خلصت التدريب بتاعي خلصت الريكوفري خلصت الفيتنس خلصت كل البروغرام بتاعي ودوقتي في الفري تايم في الوقت الفاضي ما ينفعش نتكلم في رياضة مبدئياً مش خوفاً بس من التكلم السلبي أنا عايز أفصل عقله شوية من الكورة أنا عايزه الوقت اللي بعد التدريب بعد ما خلصنا كل حاجة يريد ما نتكلمش في الكورة خالص أنا عايز عليك يفصل عشان تاني يوم في التمرين أو تاني يوم في المباراة يبقى أنت نازل عايز تشتغل أكتر دي أول إفادة الحاجة التانية ممكن بعد اللعيب بحسن مية مش قاصد يتكلم إن أنا خايف من حاجة بكرة خايف الإصابة ترجع لي خايف والله من مباراة مش عارف كوديفور يحصل فيها أي ممكن يكون بيتكلم بشكل بسيط هو الخوف مش غلط برضو مش غلط يعني إحساس طبيعي إن يجيلنا هو ده صح من حقنا نخاف الغلط إن هو يحكيه اللاعب تاني لأن هو بيقوله اللاعب مش هيرد عليه يعني رد اللاعب مش هيديله الرد اللي هو عايزه لكن لو أنت معك حد متخصص المدرب بتاعك معك حد منتل وحكي له موضوع الخوف لك أنا ممكن أحكيه للاعب تاني يعني طلب النصيحة أو الشكوى لحد لا يعني مش مفيد مش هقول لك أنا دايماً اللاعبة حتى الشباب الصغيرين اللي معاه في أي بطولة بمنعهم من الكلام مع اللاعبة زميلهم يوم البطولة لأن أي سؤال هيبقى عنده اللاعب مش هيرد عليه فيه ده بالعكس ده ممكن يديره إجابة غلط أو اللاعب تاني هو اللي ممكن يتوتر أوكي فيه لعبة معينة دكتور محمد يعني تحس كده حتى لو أنت مش عارف تفاصيل حياة ومساحة وجود معد نفسي في حياة اللاعب واسطى لدرجة إيه تقدر تستنتج بسهولة إن اللاعب ده وراء حد معد نفسي متميز الكلام ده تقال على كريستيانو رونالدو الكلام ده تقال حتى على محمد صلاح وفكرة إنه هو يعني عقليته تغيرت من التفكير المحلي اللوكل بتاعنا اللي هو على قد الإيد إلى الفكر العالمي اللي وصله أو ساهم بشكل كبير في توصيله للي هو حققه لغاية النهار إلى أي درجة الكلام ده بيكون مصبوط مية في المية يعني حد زي محمد صلاح بس نتكلم عنه شوية من زاوية الإعداد النفسي اللي هو خاضه طول الفترة اللي فاتت محمد صلاح تتكلم كثير في حدث الإعداد النفسي ولنا سمعته من أكتر من في برنامج إنه هو عنده معد نفسي وأكيد لازم يكون عنده معد نفسي بعض الخياني نتكلم الإعداد النفسي إحنا بنشتغل على نوعين نوع زي صلاح هو ما عندوش مشاكل ربنا يبارك فيه بسم الله ما شاء الله لكن هو بيشتغل جلسات منتل مع المنتل الخاص به في ليفربول عشان يفضل في التقدم بتاعه وفيه نوع تاني اللي عنده بعض المشاكل هلأ خوف حد جاله أصابة ومش عايف يعمل الكامبات بتاعه ده بنشتغل معاه بشاكل تاني عشان أحطه في نفس المكان اللي فيها صلاح ويبدأ إزاي يفكر يعمل إنتاج من أول إلى جديد الفكرة هنا في الكونسبت بتاع إن انت تبقى عندك الكبول إنك تشتغل مع معد نفسي وعندي معد نفسي تاني موجود عندنا كلنا وده أهم شخصين الأب والأم في بعض اللاعبين تلاقيه لعب طالع سوي بسبب التربية ما خلي بالحردك إحنا معظم المشاكل إحنا بنعالجها في الإعداد النفسي بتبقى لها علاقة في الأساس بالتربية ده في الحياة بقى ده مش في بالزبط في الحياة طولة ناس هممعت في الرياضة هي بتسمع في الرياضة إحنا المشاكل اللي بيجيلي في الرياضة من اللاعبين حتى لو لعيبة كبيرة أو لعيبة صغيرة أنا لازم برجع للأساس وفيه حاجات مش معرفة حلها اللي لم يرجع للأسرة فلو البيت سوي لو الأب والأم أسوية بتلاقيه لعب سوبر وده أهم حاجة وده نصيحة لكل الأجياء اللي طلع طب ده بالنسبة للأباء والأمهات طب بالنسبة للخلافات الزوجية وتأثيرها على اللعيبة لو واحد مثلا لعب مميز وكل حاجة بس مجاوز واحدة من الصنف النكا دي بتتعامله مع التفصيلة دي إزاي والعكس يعني ولا إيه والعكس صحيح لو بطل رياضية متجوزة واحدة بسنا أنا متحك لأ دي كده أسئلة شخصية بس بي برضو متسمع على مستويها أنا متحك لأ من غير ذكر يعني البطولات أو اللاعبين ده حصل في بطولات كتير إن بجد بيكون فيه بعض اللاعبين ومنتخبات ورحين نلعب بطولة وهو بيفكر بسبب إن فيه خلافات زوجية أو العكس وده بيأثر جدا جدا على الأداء وبذات لو لعبة فردية بيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبة لنا إن انت خلاص يعني هو شايف إن كل الألعاب الجامعية بتبقى شوية يعني فيها ضرر لكن هو بيحس إن برضو الفريق هيسندني طبعا فده دور المعادة النفس إنه هو زي بيجي يتكلم معاك وزي يفضل الكلام ده كله وزي إحنا بنوقف ده في وقت معين وتقوله يعمل إيه عشان يبقى فيه بروجرس بالنسبة له حتى برضو لو حد لقدر الله فيه مشاكل ولو حد مثلا فيه مشاكل وفيه الأولاد في النص ممكن بحد بيلعب وبيفكر في ابنه يعني الخلافات بصفة عامة مهما كانت بتأثر مية في المية المشاكل في العموم لو الزهن مش صافي بتعمل يعني بتأثر بشكل سلبي عليه عشان كده إحنا من أهم الحاجات في الإعداد النفسي إن إحنا بنفرغ المشاكل اللاعب بشكل سابت يعني إحنا إسبوعين إحنا عندنا جلسة برويك وبيكون فيه حاجة اسمها متابعة يومية بيني وبين اللاعب عشان أفرغ منه الشحنات اللي عنده كلها وفيه بعض المشاكل بنقوله إحنا المشاكل دي ملهاش حل بس هنعمل فيها إيه؟ وهنكمل فيه مشاكل لها حل أنا بهذر الله أنا عايزة روح عام برسل ده لما تبتنين تظهر على اللاعب بدون أثار بيأكل مشابك غسيل على حسن بقى بص لمرحلة إيه؟ لا بس بالجد الملاخ ده على المستوى الإنساني والمستوى الرياضي مهم جداً وللأسف حتى وإن كان دلوقتي بياخد حيز اهتمام في المجال الرياضي هو على المستوى بقى العادي لسه منشكل الناس مقتنعة إن هي محتاجة حتى تزور كل شهرين تلاتة أخصائي نفسي إن كلنا كلنا ولا أستثني أحد محتاجين طب أنا محتاج طبيعة بشرية الجسد بيمرض الروح بتمرض فطبيعي إن إحنا نبقى محتاجين ده كل فترة بلس برضو إن التعب الزهني يفوق التعب البدني طبعاً ويجيب تعب بدني كبان ده يمرض بدنياً بالزبط فالحالة النفسية لما أي حد بيخش فيها بلعب بيضة أو مش بلعب بيضة لأ فعلاً هي بيبقى حاجة صعبة جداً بيجانب برضو نساعات بقى خلاص لو حد الأفكار استربيهم سيطر عليه بزيادة هو مش هيتحرك صحيح وده بيحصل لبعض اللاعبين في المتوارات هو بتليه وقف في مكانه ويقول لك أنا معرفش إيلي حصل صحيح تلاقيه مش الشخص اللي بلعبت لي هو ما تحركش وفي بعض اللاعبين يقول لك أنا حاسنا أنا واقف في مكانه طوبة حجر حاسنا أنا يعني ففعلاً التعب الزهني ربنا يا عفينا لا هو لو إحنا متحكمناش فيه من بدري عشان كده كنت بقول من الأول إن المعد النفسي دوره من أول يوم أنا مش بقى أشتغل مع لعب يوم البطولة فيحكي لي المشاكل اللي عنده وقالايا عايزة حل قبلها لا أنت من أول يوم تبقى أنت عارف اللاعب ودرس مشاكله وعارف كل حاجة محيطة به وخلي بالحاجاتك برضو إحنا في الشغل بتاعنا لما بشتغل مع اللاعب بعرف كل معرفات عنه عن الأسرة سنه متجوز عنده أولاد في مشاكل بنبدأ نقرب منه بشكل بسيط واحدة واحدة في بعض اللاعبين هو من أول يوم يفتح لك أنا عندي وعندي وعندي في لعب تاني تلاقيه هو يعني متحفز بس بيبان عليه في بعض الحاجات في الاي كونتاكت في البادي لانجوج في لعب لما أنا سأله هو أنت متزوجي يقولي مثلا طب عندك أولاد بيبان في بعض الحاجات هو ممكن ما يقولهاش يباني إن فيه مشاكل فأنا برضو مش بدوس عليه في الوقت ده في لعب لما تيجي سأله على الأب أو الأم تلاقيه بيبان في الفيس في أكشان بتاعه حضرك فيه مناصدي ربنا يقدركوا على اللي بتعملو اللي بتعملو ده في منتهاء الأهمية وبيبقالوا انعكاسات طيبة جدا على الأداء وعلى النتائج ولا سيما المتعلقة بمنتخبنا لما نشكرك على وجودك معنا نهار ده نورتين نورتين يا دكتور بالتوفيق إن شاء الله شكرا لوجودك معنا نروح فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل معنا كابتن شريف عبد المنعم بعد الفاصل